أقدر مثل هذه النماذج الكبيرة المعطاءة للأهل في تاريخه يا جماعة 117 سنة فاتت والأهل مازال نموذج حي قادر على العطاء في هذا الحيوية المتدفقة قادر أنه يبقى ملهم لمحيطه قادر أنه يبقى دايما حريص على المقدمة قادر أنه يحافظ على سلوك لعبته قادر أنه يحافظ على هيكله التنظيم المؤسسي قادر أنه يحافظ على مورسات القيم اللي فيه فكرة أن أنت باستمرار حريص أن أنت تبقى الأول دي مسألة مش سهلة أبدا لكن أنت باستمرار بتسعل ده قد تصادف ببعض العثرات بتعرف إزاي تتغلب عليها واللي ما عندوش ماضي لا لوح حاضر ولا يعشن في مستقبل ليه؟ مضيك هو اللي بيقودك هي دي عظمة الأهل إنه مضيه هو اللي بيقوده بمعنى إنه والله كان الكابت الحسن ربنا يديله الصحة في كذا اجتمع للمجلة ونبقى عاديين وتضطرح حاجة لما تتعال حي وقال لك لا الأهل ما يعملش كده هو بيقول ده لإيه؟ جملته باستمرار عنده مصطرة في ذهنه من اللي تعلمه الأهل لا لا وهو لما سؤل في موضوع إقاف 17 لاعب ولا 16 لاعب ما فكرتش يا كابت أنك هتلعب زي مالك ممكن تغسر خسارة مزلة كابتن شوبر بيقوله قاله ليه؟ قالك إحنا ما بنفكرش كده في الكلام ده خالص ما بنفكرش كده؟ آه فيه غلط لازم نتصلح بس كل هامه أنا أعالج المشكلة دي إزاي؟ النتيجة دي إيه؟ فهي ده يا جماعة هو ده التاريخ النابط بقى هو ده التاريخ النابط بالمعنى الحرفي إزاي أنت تستلهم مواقفك وتاريخك وإزاي كل من سبقوك تصرفوا وتحركوا فأنت تتحرك على هدي هذه المورسات هو ده هو ده اللي هو تاريخك قدامك مش وراك بتستفيد منه وتتعلم منه آه بتضيف له حسب مورسات أو حسب مستجدات عصرك إنما تاريخك لا يهمل أبدا لأنك ما بقيتش في هذه القيمة إلا بسبب إنه كل جيل بعد جيل حافظ على هذه الدروس بس وإنت بتضيف ما تلغيش قيمة طبعا أو ما تلغيش مبدأ إنما بتضيف آلية بتحدث بتضيف آلية من آلية التعامل مع المجتمع وإلا تظل جامد يعني بالضبط أقدي لك مثل يعني كان زمان بيوثقوا بالألم الأول للألم الكوبيا بعدين ابتدى الألم مش عارف إيه وبعدين الريكوردر دلوقتي بالتليفون التكنولوجي بيدي لك وسائل بالضبط ما تفضلش أنت متمسك بالألم الكوبيا تقول لك خلينا زمان لا لكن خلينا زي ما احنا بنفكر أيوه زي ما احنا تعلمنا بنحافظ على الجوهر ونضيف للألي بعليات العص أيوه اللي ما احناش عارف إينا بكرة هتكون إيه بالضبط على فكرة دلوقتي بيقول لك فيه جهاز تكلم ويترجم آه طبعا تكلم ويترجم كنت بأحلم بيه أنا صغير أما نيجي عايزين نترجم حاجة من العرب الإنجليزي أه ويقول يعني كالي واحد يتكلم كده لحاجة تترجمه بتصور بتتعامله بقلق مدة أه واخد بالك مش عارفين بكرة هيحصلاته فاق دي ترجم ممكن أي ممكن تعمل حاجة كده وتنام بالليل كل أفكارك تطلع تقرأها أي الصبح الله أعلم العلم يوصلنا لإيه فما بين عظمة التاريخ وإزاي التاريخ بالنسبة لك هو دستورك لأنه ما هو إلا مجموعة مواقف متراكمة عبر كل العصور جعفر ولي باشا أوقف حسين الحجازي أبو الكرة في مصر أي لم يتردد ليه لأنه خرق مبدأ رياضي ما طلعش يستيلم ميدالية المركز التاني مجلس الإدارة لما تقروا محضر مجلس الإدارة ده انتفض واهتز بدأ الجالسة بكده أن هناك مبدأ رياضيا قد اخترق فأبدأ مجلس الإدارة كل الانزعاج للي حصل علجه لو كان مين شوف كتباركو هل نتكلم في 28 تقريبا يعني بدر قوي وبعدين يتقال للمجلس أنه حسين حجازي بيهدد أنه هيذهب لنادي الزبالك بالمسمى الحديث بتاعه دلوقتي ده لو النادي مشاه فيقولك فليذهب يروح موقفه ويقولك فليذهب حجازة أينما شاء وتبقى الروح الرياضية هو ده الأهلي فييجي بعد كده يعني ده تمانع المكفأة اه تكسب ويطلع نجم جديد مكانه زي مختار التيتش يقود الأهل بعظمته ويغلبه هو ويغلب حجازي نفسه ليه لأنه هو خرج من رحم الأزمة بالدرس والقيمة فيتحفز يحتفظ بيها ويفضل يعلمها للي حواليه في نفس الوقع درس أقوى فيعلمها للي حواليه تلاقي مثلا استلهمها واحد زي كابتن صالح وهو رئيس نادي خلينا بلمانين وثق في الكابتن حسن حمدي ما تخلينا بلمانين الفيد عشان بقيت الدرس كان جعفر ولي رئيس النادي الآلي ورئيس الاتحاد الكورة فهو هو رئيس للنادي الآلي أوقف حسين حجازي وكان عندنا الدورة الولمبية فراحة ذهب إلى اتحاد الكورة عرض عليه الأمر لأن اتحاد الكورة يعتمد القرار احتاج أعضاء الكورة اتحاد الكورة وتخده انت حت 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 اعتمد إيقافه قال لهم طالما أنه مقوف للي أنا مش هوادي لعيد مقوف الحل إيه الحل إيه قال لهم مفيش حل تاني قال لهم لا مجلس إدارة للتحاد اتحك بقى على دي قال لهم لا نكتب مذكرة للنادي الآلي نلتمس رفع الإيقاف فهو يمضي على مذكرة يعرض عليه الأمر رفع الإيقاف يرفض رفع الإيقاف بصوا قد يبدو الأمر في الجزئية دي ايه فاصلي ده أيوا بصوا تعظيم قيمة المجلس يعني كان من الطبيعي والعمل المؤسسي إنه هو مقرس التعدى كان من الطبيعي أولا احنا بدتكلم على حد يا جماعة أبو الكرة في مصر يعني حسين حجازي ده أبو الكرة بجد كان بسموه فرق حجازي أه أول حد مارسوا الكرة في حي السيدة وكان عامده فرق حجازي بيكسب معسكرات الإنجليز فده أبوها تخيالوا إن النادي الآلي بيقفه وبيقفه قبل دورة أولمبية وبيقفه ويسيبه يروح النادي المنافس ومش فرق مع الآلي بس العبقرية هنا فين إنه جعفر ولي بياشا رئيس النادي هو رئيس التحاد الكرة في النادي الآلي اللي قرر مجلس الإدارة في التحاد الكرة اللي قرر يلتمس العفو هو مجلس الإدارة في الحالتين هو ما فردش رأيه في الحالتين لو هو في النادي الأهلي قال لهم ما بلاش قصو المنتخب رايح دورة أولمبية لا احترم قرار المجلس وصوت معاه لما راح اتحاد الكرة اتحاد الكرة أعضاء الاتحاد مع المنتخب عايزين حجازة فقال لهم اكتبوا مذكرة انتصرش الرأي الأهلي وقف في اتحاد الكرة انتصر الرأي الأهلي عندما عادة إلى رئاسة النادي هنا بيفصل وبيعظم فكرة العمل الجماعي المؤسسي كمجلس إدارة لهو في النادي قال لهم ولا في اتحاد الكرة أعلمته طيب أنا عايز أسألك سؤال الوقعة دي لو حصلت اللي من دول يلا هوي كان حينتقد يعني استعاب الموقف أن يتحول إلى شيء رائع تفخر به بصرف النظر عن تدعياته الفنية اللي جات لصالح الآلم ما كنتش عارف بالضبط زي ما قفت 16 لأك لكن انت الخضوع إلى الخوف من القرار السليم ده مش في قموس النادي الأهلي وبتتحمل نتيجة مسؤولية قرارك انك قد تهاجم وما زال هذا الأمر مستمر ان الناس بتعمل الصح واللي يحصل يحصل واخد بالك لأنه إذا الصح على حساب قيمة أو مبدأ أو سلوك لا يعني مش لها ليه على رأي كابتن حسن اللي يعمل كده الكلمة دي ما هو قالها ليه عارفها من ايه عارفها في النادي الأهلي التراكم طب احنا بنقولها إزاي دلوقتي عرفناه في النادي الأهلي منه التراكم انك تبقى مؤمن باللي تسمعه انت مش بتسمع ناس بتقولك كلام حلو حسن كابتن حسن عمدي لم يكن بليغاً ولا مفوّد عشان تقول أصله هو بيبهرنا بالخطابة بتاعك مش هو أبداً خالص ده كل ما تقوله حاجة أقول لك استنى يروح فاتح حاجة قري منها كنا بنقول إيه كان قررنا إيه حنيحكي يا كابتن لا ما تحكيش قاتلي الورق المكتوب عشان ما يديش فرصة واحد في المئة واحد يجتهد أو يفهم حاجة غلط نموذج شوفوا نموذج جعفر ولي باشا مع حسين حجازي في العشرينات وإزاي يوقفوا علشان مبدأ رياضي يوم كابتن صالح في التسعينات حسام وإبراهيم حسن يخرجوا عن الإطار السلوك الرياضي إبراهيم حسن في المغرب مع المنتخب وحسام حسن بعد كده يوقفوا ويطلب من الأهلي العافوا عن حسام علشان هيشارك مع المنتخب في الأمم الأفريقية فكابتن صالح يرفض منخشة الموضوع ولم ده أنا كنت فاكر أن أنتوا هتعاقبوا قبل مني بس هو ده النادي الأهلي اللي عمل ده مع حسين حسن وهو نجم النجوم واللي عمل ده مع حسين حجازي وهو أبو الكورة وخد بقى بعد كده شوف بعد كده كابتن حسن يستفيد منه وفي 85 يوقف فرقة كاملة شوف الكابتن الخطيب لعيب التنادي الأهلي في تنس الطاولة كانوا في تنس الطاولة اللي كانوا في المغرب اللي بره أه واحد يخرج على النظام والفريق هل عب ناقص اتنين اتنين هما ستة اه اتنين مهمين جدا اتخانوا مع بعض وبصوت عالي أساء للنادي الأهلي كان قرار ركابتن خطوهم يرجعوا يرجعوا معقبهم ده الفريق أليل ده اللهم وليكن وكسبنا البطولة كسبنا البطولة حتى في الكورة شوفوا أنتوا في مشاكل اللاعبين شوف أي لعب يستهين بالنادي الأهلي واتفاقاته مع النادي الأهلي ولا يقدر قيمة النادي الأهلي يقول لك قدامك ساعة لأنه كان عارف أن الدنيا بازت فخلاص أنا هنا مسئوليتي قدام التاريخ تعظيم قيمة النادي الأهلي تختلف تتفق تفتن تقول لي مش عارف حريف بيرقص بيعمل كل ده ولا حاجة أصاد تاريخ النادي وقيمة النادي وعظمة النادي طول منت حريص على إعلاء قيمة الأهلي تحت أي ضغوط ودايما باستمرار اللي يقرى تاريخ النادي حيلاقي كل موقف النادي بياخده بيبقى ضد حد عزيز وبيكافع عليه ما بيجيش في الهيفة بيكافع عليه ليه لأنه بينتصر للمبدأ والصح أيها فيكسب بس مش بينتصر ويقعد يتفرج يعني أنت مش بتعمل مشكلة وتسيبها ولا توجد بداية لا بتجتهد وتضاعف من مجهودك ومن انفقك عشان تعود يعني كابت الخطيب قدامك ساعة وتمشي وترد علينا لأنه قدرك إنه لحد بيلعب بيه الله إحنا سايبنا كل ده بعدين لما نخلص مع النادي تقول لنا أنت بخلص في عدة تانية لا أو استنى مفكر أو لما يجي لك لعب كان مقابد وعامل وقول للمفرقة يخش عادي كامل لا ما ينفعناش الكلام ده طيب البديل إيه يروح اجتماع سريع لكل الناس قال ليه الشرف إن أنا أكون موجود في المطبخ ده حنعمل إيه في الانتقالات الجاية عشان نعوض الصغرات اللي حصلت أربعة كبار خارجوا بالفرقة نعمل إيه ثم تبدي فرقة وتعمل إنفاق غير مسبوك عشان تعوض به وتكمل انتصاراتك فأنت بتاخد بالأسباب برضو عامل حساب إيه إنك إنت بتعمل المبدأ ما تخليش حد يندم إنك إنت خدت قرار انتصرت فيه للمبدأ هنحاول بقدر مجان نقل الأضرار اللي نجمت على إن إحنا انتصرنا المبدأ معين وبإذن الله ربنا كافئنا ويحدث مرة واثنين وثلاثة هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم عن أعظم ناديم في الكون